خلينا نشوف نشوف السوشيال ميديا كنا كاتبين السيسي بيوعد النهاردة وزير الداخلية الإطالية بسرعة تتكشف عن اللي قتل أوريجيني طب والخمسة اللي تقتلوا وقالت الداخلية عنهم في بيان رسمي انهم هم اللي قتل أوريجيني بم المصريين في رعبة مين قتلوه كما لو كان مصريا نشوف حضراتكم كتبتوا قلتوا ايه احمد بيقول السيسي الذي استحلى القتل المصريين وغيرهم لن يرد حق احد إلا إذا كان هناك بيادة تدوس على رقابته لكن الموضوع هنا صعب لأن رد الحق هو قطع رقابته بشكلك يا احمد هاني بيقول يا سيدي انت بتسأل عن خمسة مين اسأل عن تمنمية السماني مائة الأول اللي ماتوا في جمعة الغضب 2011 مش كده المية وتمانية ولا قاد؟ تمانين تمنمية اسأل عن الناس اللي كانوا بيسألوا عليهم ويقولوا حق الشهداء يا مرسي وليه تخرسوا بعد كده يعني بهاق بيقول دم المصريين في رقابة بلحة وكل اللي ساعدوا ثانيا ده ده مضحكة مش الدوم حصة في حقل الظهر عشان يسكتوا بس هم ما أنصح منه خدوا الحصة وبعدين بيدوروا على حق ريجيني أكيد في حاجة تانية عاوزينها المصري في عهد الحكومات الظالمة ده مرخيص قوي ما شكلك يا بهاء جدا الأخ ده مغربي ريشاد ده مغربي تحياتي للمغرب كلها وليك انت فعلا يبقى هذا واحد من الأهم الأسئلة العالقة في رقابة سيسي الناس دي تصفت ليه لما الجنة لسه ما تجابوش ولا دم الناس عندك زي قنينة الكوكاكولا لا تبرد الكوكولا تبرد بهم تبرد بهم عطشك وقت الحر عندك حق وتحياتي للمغرب وليك صالح بيقول سيسي ما يفرق معاه الشعب المصري كل همه ويرضي الغرب ولا يهمه هو صبت صوري أبهم وكرسيهم لو احنا المصريين لم نسكت على حقنا كما لم تسكت أسرة الجرين اللي يتغير الحال كثيرا عندك حق والله فعلا أسماء بتقول دمهم هم وكل شباب ماتوا في المعتقل أو سينة أو حالس على الطريق في لعبة السيسي وأعوانه تحياتي لك يا أسماء أبو عبد الرحمن بيقول دمهم فرقابنا كلنا هم وكل الدم الدم اللي سارت في ميدين مصر هي كلمة طلعت من لساني ونفض ربعة ربنا يستر على مصر من لعنة الدم اللي هنشوفها كلنا تحياتي لك يا أبو عبد الرحمن والله وانت رجل رائع جدا جدا أحمد مش هين خدنا أحمد أخدنا أحمد ده قبل كده يا جماعة خدنا قبل كده اللي قال استحناء حمد بيقول هي المرة الكامل اللي بيوقت على الكشف عن قتل ترجيني عد انت يا حمد ده عد المصري بيقول تحياتي لك يا أسف محمد تحياتي حضرتك السيسي كذاب أشوى أنها في بواعده مع الإيطالين أما عن دم المصريين في حدس ولا حرج الدم المصري وأرخص شيء في مصر صح يوسف بيقول في ظل ارتفاع الأسرار الجنية أصبح أرخص شيء في البلاد الدكتاتورية العسكرية هو دم المواطن وتمن دمه لا يسوي للأسف حتى الرصاصة اللي بيتقدر بواسطها أما الخمسة اللي قتلوا ظلما دمهم في رائبة السيسي وحقهم عند ربهم وما عند الله لا يضيع إن الله يمهل إن الله يمهل ولا يهمل تحياتي لك يا أسف هابي إيجيبشن بيقول في دم في رائبة الفقر والجهل اللي صنعوا أيوة انت رائع يا أهلا اللي صنعوا العسكر وكمان في رائبة النخبة أيوة يا أهلا اللي انبطعوا خوفوا وفي رائبة الإخوان اللي كانوا ضعفاء أثناء حكمهم في رائبة الشباب اللي كان همه إزاي يوقع بنت أو يشد عشان يغيب عن الوعي لو عدت أقول لك في رائبة مين هتحتاج عشرين حلقة لنا الله